السلام عليكم خاصة عن إجراءات السفر بالأردن تحديدا فرح أتكلم عن إجراءات السفر في ملاحظات عامة بس معظم التفاصيل هي عن الأردن فقط أولا في سؤال كثير نسألت عنه موضوع الدخان الدخان والمعسل كثير هذا السؤال نسألت عنه شو المسموح الدخان والمعسل الدخان مسموح فيه كروس واحد للشخص البالغ اللي فوق الثمنتعشر واحد فقط كمسموح نتكلم والمعسل 250 غرام فقط يعني ربع كيلو في كثير ناس طبعا راح يسمعوا دخلت كيلو وكيلوين وما حتكلمني عنه كلامه صحيح 100% لكن هذه قوانين البلد نفس ما نقول قانون السرعة قانون السرعة في الشوارع مثلا 100% لكن تلاقي معظم الناس غير ملتزمة فهي نفس الفكرة فأنت كشخص جاي جديد لهذا البلد حاب من البداية تبلش بعدم التزام أو بالتزام هذا شيء في الأخير قرارك أنت ويرجع لك أنت ولكن لو لا سامح الله صدت أنت من 1% إلى 2% اللي فتشوهم ولقوا عندهم أنه أنت بخالف القوانين ممكن تتبهذل تتأخر معرف ناس تأخروا 6-8 ساعات بسبب هذا الموضوع يعني لأنه أنت راح تصرح تقول ما عندي ويرجع يلاقه عندك فتعتبر كذبه فيعني تدخل في أمور أنت في غنى عنها وهي في الأخير كلها يكون كروس أو كروسيا أو نص كيلو أو كيلو مع السلة أكثر فنصيحتي للي حابي يحترم هذا البلد البلد اللي يستضافه يبعد عن هذا الموضوع وفي الأخير هو قرار شخصي كل شخص يكون مسؤول عنه في ملاحظة أخرى لكل شخص أول ما ينزله اتخاذ قرار يدون عنده ملاحظات شو الأمور اللي هو يريد يعملها شو هي يسجلهم بورقة كل ما يتذكر شغلة يعملها ويبلش بالأهم فالمهم بهاي الطريقة ما يتشتت مخه ولا تفكيره وأيضا ما يضيع الأيام والأمور منه قبل ما يسافر أيضا ملاحظة أخرى طبعا حاول تكون مكمل كل أمورك قدر الإمكان على الأقل قبل ثلاث أيام من سفرك يعني لا تأجل أمورك أو إجراءاتك حاول قبل ثلاث أيام أنت تخليهم احتياط لأنه حتطلع لك أمور أنت مش حاسب حسابها فالأفضل تكون أنت جاهز قبل السفر الأمورك الأساسية كلهم تخلصها للناس اللي عدهم إقامات أو عدهم وديعة في حال شك أن الوقت ما يكفي الأفضل مباشرة أن يعمل وكالة لأي شخص في الأردن من أجل ممكن يكمل الإجراءات بعده ويستلم الوديعة أيضا نصيحة جيب معاك فيش الكندية فيش تلك هرباء لأنه هنا مش بسهولة تلاقيها موجودة تلاقيها فقط بكندية تاير مش بكل الفروع موجودة فأنت جيب على القدر اللي تحتاجه شو عندك أجهزة كهربائية فيشها غير الفيش الكندي فيش الكهرباء جيبها معاك يعني جيب لك ثلاثة أربعة وخصصا للجوالات أما الأجهزة الكهربائية غير الجوالات واحد يحاول لا يجيب لأن كلها ما رح تشتغل الفولت هنا مية وعشرة فالأفضل يجيب فقط يعني أما الجوالات لا كلها شغال الناس اللي جوازاتهم من تهية السوريين أو العراقيين تحديدا أول ما يصير عندك اتخاذ قرار تحاول تتواصل مع الآيو أم وتفتهم الإجراءات لأن فيه إجراءات تتأخر إلى شهر حتى تكمل فلازم وفيه ناس تأخرت في هذا الموضوع فاللي جوازه منتهي بعض الحين يكون صعوبة الإجراءات مش سهلة فيه إلها موافقاتهم للداخلية فحتى يبلش بالإجراءات مباشرة ما يتأخر أو أول ما يتصلوا فيه الآيو أم ويعطوا موعد السفر يقولهم أنا عندي جواز منتهي شو أسوي فهم حيعطوا للإجراءات الآيو أم عارفين كل الإجراءات وعارفين كل التفاصيل ويقولوا له من وين يبلش وغالبا يكون الإجراءة يبلش من وزارة الداخلية شغلة أخرى الناس اللي مخالفة إجراءاتها باختصار يسوي إبعاد الإبعاد يكون قبل أسبوع العراقين يعطوهم أسبوع السوريين أسبوعين البقية ما عندي تفاصيل لأن في بعض الجنسيات تختلف التفاصيل فيها يعمل الإبعاد من الإقامة والحدود اللي هي بتلال علي يروح لهم بس قبل سبع أيام طبعا السبع أيام تحسب بالأيام وليس بالساعات يعني لو طيارتك الساعة 12 دقيقة فهذا ينحسب عليك يوم كامل فأنت لازم تعمل الإبعاد تحسب هذا اليوم من ضمن السبع أيام لناس اللي عندهم يعني ما عنده إقامة الناس اللي عندهم إقامة فالإجراءات كالتالي يروح لوزارة الداخلية الأفضل قبل أسبوعين أو حتى ثلاثة طبعا ممكن على أولاين اللي عنده حساب الأولاين يعمل على أولاين يطلب طلب إلغاء الإقامة يجي الكتاب يحتفظ فيه وأيضا يروح قبل أسبوع إلى دائرة الإقامة والحدود من دائرة الإقامة والحدود يعمل إلغاء للإقامة زي ما نقول نفس الفكرة قبل سبع أيام خصوصا العراقيين قبل سبع أيام يعمل إلغاء للإقامة بعدها يأخذ منهم كتاب إلى طبعا على كتاب الداخلية يعني هيطلبوا أول حاجة منه كتاب الداخلية اللي هو خلي طلعوا قبل فترة أفضل يلغولوا الإقامات على الجوازات ويعطوه كتاب إلى وزارة الداخلية بعدها وزارة الداخلية تعطيه كتاب إلى البنك من أجل أنه البنك يطلق له الوديعة طبعا فيه شغلتين لازم تتأكد منهم اللي إقامته وديعة وليس شركة أو على الاستثمار يتأكد من البنك كم المدة لأنه من بنك لبنك المدة ممكن تختلف فالأفضل يتأكد من البنك كم المدة اللي يطلقوا له الوديعة فيها وأيضا يتأكد من وزارة الداخلية إذا كانت وديعة كم المدة حتى يردوا أو يعطوا كتاب اللي هو مجهي للبنك قاماتهم على الاستثمار ما يطول نفس اليوم يعطونه الكتاب اللي يأخذوا إلى البنك لكن اللي على الوديعة فقط ما عندي فكرة لازم يتأكد من وزارة الداخلية وأيضا الإجراءات من بنك لبنك ومن فرع لفرع ممكن تتأخر فيتأكد من البنك نفسه كم المدة اللي حيطلقوا له فيها المبلغ حتى يحسب حساباته في الوقت في حال أنه شاف السبع أيام ما تكفيه الأفضل يلغي إقامته قبلها بس هذا شو هيترتب عليه هيترتب عليه مخالفات المخالفات هي عن كل يوم لكل فرد دينار ونص أردني عن كل يوم لكل فرد في العائلة دينار ونص أردني ممكن يدفعها في المطار عادي ما في مشكلة يأخذوها يعني فممكن يعملها قبل عشر أيام قبل أسبوعين من أجل يكسب أو أنا أنصح يكسب الوقت أنصح أنه ينهي الإقامة وليس يخلي أحد وراه يمن بعدين إجراءات التحويل وإجراءات ورسوم التحويل حتكلفوا أكثر من خسارة الغرامات تجاوز الإقامة الآيو أم غالباً حيبلغوك قبل خمس إلى سس ساعات أنه تكون في المطار أنا أنصح فعلاً أنه الشخص يعملها السبب فيه إجراءات فيه ممكن صارت عدة مرات ممكن تصير أمور غير محشوب حسابها فالأفضل واحد يكون فعلاً في المطار قبل وقت يكون عنده مجال وراحة منه يصير الاستعجال يعني حيال يصير فيها توتر الموضوع يصير يعني فيه توتر عالي جداً فما تستهل هي كلها في الأخير ساعة وهي تعتبر صفرة العمور فالأفضل واحد يكون مجهز حاله قبل ساعة ساعتين ما رح تفرق معاك طبعاً ناموا كويس ولذلك واحد أقولي خلص أموره قبل ثلاثة أيام نام كويس باليوم اللي قبله ارتاحوا اشبعوا نوم لأنه وراكم سفر طويل ومتعب جداً خصة للأطفال فالأفضل يكون شبعانين نوم الذهاب للمطار إذا ما كان عندك سيارة أو أحد أصدقائك ووصلك طبعاً أنت وشنطك فممكن على السوق المفتوح تلاقي فيه كثير باصات متخصصين في أمور المطار ممكن يتأجر لك باص يكون باص كبير ياخذك أنت والشنط يعني وتتوكل إلى المطار خلي نصف ساعة ساعة زيادة أفضل لأنه كم مرة صارت صار بنشر في السيارة صار مش عارف إيش وتأخر وصارت مشاكل وأيضاً إذا كان اللي جابك للمطار هو صديقك مش غلط تبقى يبقى ينتظرك يعني لو صارت مشكلة في الشنط وزن زايد يعني كذا مرة يعني صارت شنط زايدة يعني أنا أحد المرات كنت رايح أودع مجموعة من المجموعة يعني من القروب وفعلاً رجعت معي شنطتين ورغم ما ما كانوا حاسبين حسابهم فيعني ممكن تحصل هاي الأمور للاحتياط بدل ما أنه تنكب هاي الشنط على الفاضي يعني والأفضل واحد يكون حاسب حسابه في الوزن صحيح طبعاً وبدون هاي الأمور كلها بعد الوصول للمطار في أفضل شيء للشحن في الشنط هاي العربات بالأردن مطار الملكة علياء هاي العربة بـ 20 بينار عفواً بـ 10 دنانيط ممكن تستأجرها مع شخصي حمل لك الشنط أو العربات هاي الصغيرة مجاناً تأخذها إلى شنطك قليلة هاي عبدوك بعد الدخول للمطار ممكن الانتظار على الكراسي هنا لحين وصول موظف الـ IOM وتنتظر مع شنطك إلى أن يوصل موظف الـ IOM بعد ما وصلته المطار وتدخل من البوابة أو الشرط اللي شيك فقط الجوازات لا أكثر محطة التفتيش الأولى اللي هيكون فقط تفتيش شنط يتم تفتيش فيها الشنط على الجهاز الإكسري بشكل سريع لا أكثر ترجع تستلم الشنط وتتوجه غالباً على الجهة اليمين في المطار اللي هي يكون فيها طيران كندا والملكية وأمريكا أيضاً يكون في هذه الجهة بعد استلام ترفي الدوكومنت من موظف الـ IOM يوقفون طابور على بوابات البوردينج طبعاً البوردينج غالباً يكون جاهز تسلم الشنط يستلموها منك وبعدها تتوكل على بوابات المغادرة على ختم الجهازات على كاونتر تسليم الشنط غالباً ما يطلبوا شنط الهاندباق تكون معك ما في داعي تكون ولا شنط اللابتوب أو شنط النسائية ما لها داعي يعني ممكن تترك العائلة كلهم على الكراسي بعيدين عن الكاونتر إذا احتاجوهم حيطلبوهم منك ورحام غالباً ما يحتاجوهم يجون لحالهم حتى ما في داعي لشنط الهاندباق تكون معاهم لأن شنط الهاندباق ما يعني كاونتر نادر أنه شيك عليهم فبعد ما تسلمون شنط الكبيرة يعني وتستلموا البوردينج اللي هي بطاقة تصعد للطيارة اللي فيها الكراسي عفواً البوردينج غالباً في الأردن الآن في الجديد صار يعطوك إيها جاهزة مع الورقة اللي هي مع الفيزة اللي حيتوقع فيها مع موظف الأيو أم في الصورة السابقة اللي هو كان موظف الأيو أم يسلم كل شخص أوراق اللي حيأخذها معا لكندا وهي تكون فيها الورقة الإقامة الدائمة والفيزة فهذه الأوراق بعد ما تستلمها توقع عليها وطبعاً أيضاً يكون الفاتورت اللي فيها تكاليف السفر كاملة التذاكر والفحص الطبي وغيره كلها تكون أيضاً توقع عليها مع هاي الأوراق تأخذهم معاك وتكمل تسليم الشنط وبعدها تتوكل إلى الجوازات بعد ما تختم الجوازات أيضاً في تفتيش آخر التفتيش الآخر يكون أدق طبعاً طبعاً التفتيش الآخر غالباً ممنوع في أي سوائل حتى لو مي أو عصير غالباً يعني فقط إذا كان معك أطفال ممكن يسمحون بقنينة صغيرة وبعدها تدخل إلى السوق الحرة يعني هو الطريق لازم تدخل في السوق الحرة وبعدها إما تأخذ يمين أو شمال وغالباً الطيران الكندي أو الخطوط اللي تطلع على كندا هتكون على الجهة اليمين طبعاً بعد الجوازات هو التشيك الأمني هاي المنطقة الحرة بعد ما تكمل بهنا ردهة المطاعم اللي يريد يأكل بعدها عندك البوابات اثنين إما الميتين اللي هي على اليسار بوابات الميتين أو بوابات اللي تبدي بمية ومن 11 إلى 14 على الشمال غالباً طبعاً تكون هي على اليمين عقوان بوابات كندا وبالتوفيق فلازم تتأكد من البوابة اللي هي مكتوب على البوردنج وطاقة الصعود للطائرة على أي بوابة وتتوجه عليها وغالباً يكون موظف الـ IOM هو اللي يأخذك إلى عند البوابة حتلاقي كرسيك ورقم بوابة الصعود طبعاً رقم بوابة الصعود لأنه غالباً البوردنج ما أخذيها مسبقاً فرقم بوابة الصعود غالباً غير موجود على البوردنج فممكن تشوفوا في الشاشات اللي على المطار تشوف انتوا الرايح مثلاً إلى تركيا أو برانكفورت أو عبر الملكية مباشر إلى مونتريال يبين عندك شو رقم بوابة الصعود فتتوجه إلى رقم البوابة تروح تنتظر الأفضل ما تتأخر في المطاعم لأن بعد السوق الحر سيكون المطاعم تخليك تكون على الأقل خصوصاً طيران أمريكا وكندا فيه إجراءات أكثر فيعني ثلاثة أرباع الساعة قبل إقلاع الطائرة الطائرة يادوب تكفيك يعني عشان تدخل في الدور وفي التفتيش لأن تفتيشوا وإجراءاته مختلفة تماماً عن الطيرانات الداخلية مثلاً زي واحد رايح لتوركيا أو للخليج لا طيران يتوجه لأمريكا وكندا وحتى أوروبا مختلف إجراءات وفيه اختلاف فيها كثير فتكون أدق وفيها تفاصيل أكثر فالأفضل تكون قبل وقت ويعني تكمل إجراءاتك وتركب إلى الطائرة وبالسلام إن شاء الله يا رب بعد الوصول بالسلامة وغالباً سيكون الوصول إلى مطار حتلاقي موظف من دائرة الهجرة دائماً يلبسوا جاكيتات أورنج برتقالية الضل يمشي إلى أن تلاقيهم حيكونوا مجموعة ما يكون نفر واحد غالباً وكل شخص من موظفي دائرة الهجرة غالباً يأخذ عائلة إلى عائلتين بحد أقصى هو يكمل كل إجراءاتهم يعني أنت طبعاً غالباً يكونوا إما سوريين أو عراقيين يتكلم عربي طبعاً أكيد فهو يفهم منك كل التفاصيل يكون معب بكل الفورمات أنت فقط تسلمه أو الكيس اللي معك لا أكثر هو يكمل لك كل الإجراءات إلى أن يطلعك من المطار طبعاً في حال عندك ترانزيت نفس الشخص راح يوصلك إلى الفندق يأجر لك سيارة إلى كل الشنط بس طبعاً تحميل الشنط حيكون عليك أنت أنت اللي يتحمل الشنط بعض الأحيان ربما ممكن تلاقي شخص بأجرة في المطار يحمل لك الشنط بس غالباً غير موجود لازم أنت اللي يتحمل شنطك فتحملها الشنط إلى فندق الترانزيت طبعاً الفندق هذا أيضاً على حسابك وأيضاً بالترجيع ثاني يوم هم حيجيبوا لك سيارة كدائرة الهجرة ولكن أيضاً تحميل الشنط حيكون عليك ملاحظة مهمة أنصح لكل شخص خصوصاً إجراءات هذه خاصة بكل كندا الأفضل من المطار تأخذ السننبر مش هيطول معك نص ساعة ولكنه أفضل حاجة وأسرع حاجة لأنه السننبر تعتمد عليه بكل معاملاتك داخل كندا يعني التليفون الحساب البنكي كل حاجة في كندا حتحتاجها أول حاجة حتحتاجه السننبر فهو أول خطوة إليك في كندا الأفضل تأخذه من المطار حتى طبعاً بعد ما تستلمش نط موجود مكتب اسمه سيرفرس كندا في مطار أونتاريو تقدر تقول للموظف وغالباً الموظفين هم نفسهم يقول لك نعمل لك السننبر لو ما قال لك أنت قل له أخر نفسك نصف ساعة بعض تكون تعبان ولكن هتوفر على نفسك بعدين ممكن يوم كامل فالأفضل تعمل السننبر وممكن أكثر من يوم لأن أعرف صديق والله إلى الآن صار له شهر إلى الآن صارت عنده مشاكل في السننبر وإلى الآن من عمل السننبر لأن بعدين يصير في البريد يوصلك في بعض الحيان مش دائماً تصير في مشاكل فالأفضل من المطار يخلص من موضوع السننبر أخذه معاك وتوكل إن كان وجهتك النهائية هي نفسها تورنتو مطار تورنتو أو إن كان عندك ترانزيت إلى أي مدينة أخرى وبالسلامة إن شاء الله طبعاً في حال كان عندك ترانزيت خلال أربع أو سس ساعات إلى مدينة أخرى الشنط ستبقى في المطار ما رح تستلمها لكن في حال أكثر فموظف الهجرة رح يجيب لك سيارات زي ما قلت ويأخذك إلى الفندق ويجيك ثاني يوم أيضاً يوخ تأخذون الشنط وترجعون إلى المطار ويركبكم إلى وطبعاً يبقى معاكم إلى الطيارة ويركبكم إلى الوجهة اللي حتروحوا عليها الثانية مثلاً فانكوفر أو مونتريال أو أي مدينة أخرى فأيضاً كل الإجراءات حتكون عن طريقهم وهم يكونوا معاك موظف أيضاً يكون غالباً عربي هو يكون معاك في كل الإجراءات ويعمل لك كل الأمور كل اللي عليك يعني فقط تكون معاه وخلص هو يعمل لك كل الإجراءات وبعدها عند الوصول خلص غالباً يعني يوقع الكفيل باستلامك وأنك وصلت بالسلامة وحياة سعيدة إن شاء الله وتكون خير عليكم وعلى عوائلكم وبالتوفيق إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر